موسيقى يلا صدفة تأخرنا يلا بسم الله تأخرنا عسفين تأخر الزحمة والله شوارع بدأنا إن شاء الله عزان المشاهدين أرحب فيك عزان المشاهد أجمل ترحيب وآسفين على التأخير شوارع زحمة ولكن الواحد لازم يتركد مهما كان إذا عندك برنامج ولا شيء كل شيء يتأخر ولكن سلامتك أهم من كل شيء هذا البرنامج عزان المشاهدين برنامج المستشار يأتيكم على هوا مباشرة عبر قناة الراي اللي بدأنا فيها من بدايات شهر عشرة وحتى الآن وهذا البرنامج اللي هو المستشار عزان المشاهدين هو برنامج قانوني برنامج يحدف إلى توعية المشاهدين بالأمور القانونية وأيضا عبر طبعا الأحكام اللي قدمها يعني أخوي وزميلي وكل شيء الأستاذ فهد مبخوت العجمي رحب فيك وأجمع تحييه على سعيك وعلى اجتهادك الحمد لله اللي نقدر عليه بإذن الله وأيضا عبر لقاءاتنا الفنية وعبر لقاءاتنا الإنسانية وعبر استشاراتكم اللي على رقم التليفون الموجود تحت واللي هو 5-6-5-5-5-9-9-9 وأيضا السنابشات عادل يحيه وأيضا الانستجرام اللي هو عادل اليحيه يلا دخلنا الانستجرام بالبرنامج هذا دخلتون الانستجرام بأجي لك تويتر عندي تويتر باسمه أنا مفعال وياه ما أعرف والله العظيم يا جماعة مالي مقاقة ولكن أحاول أتواصل قدر أو على الأقل أكون على بينا على كل الأمور عزيز المشاهدين أحب أن نوه أن هذه أخر حلقة ويلي يحزني أن أكون معاكم أخر حلقة ولكن يعني يعني كل عام أنت بخير مبارك عليكم الشهر رمضان قادم فبالتالي لازم هناك برامج أخرى وهناك تحضيرات أخرى لنا لللي جاي إن شاء الله بإذن الله إن كنا معاكم من الأحياء ولكن لا تنسونا هذا الرقم اللي ينوجد عندكم هذا ما لا إجازة هذا على طول الوقت من الساعة العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءاً اللي أهوى خمسة ستة خمسة 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 تسعة 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 وارروح مرة ثانية لأستاذ فهد ورحب فيك شلونك الله يسلمك أستاذ هذا يعني الرقم خمسة ستة خمسة خمسة تسعة 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 راح يكون مولود حتى بعد البرنامج طبعاً وقت البرنامج وإلى أبد الآبدين إن شاء الله نكون معاكم من الأحياء إن شاء الله شو عندك اليوم ما عندي لك الخير طبعاً حزين شوي ليش؟ آخر حلقة ما يخالف إن شاء الله موجودين من الله اللي ما يعرفون المشاهدين ترى أكثر من مرة أستاذ آدل كان راح يضطر إنه يغيب عن حلقة نعم فأقول لي أستاذ فهد أنت أشيل البرنامج أنت تقدر أستاذ آدل دائما نسمعني عمود البيت وعمود البرنامج ما نقدر نستخدم عنه شباب الكنترول والجماعة خلف الكاميرات يعني ما شاء الله عليهم الله يحفظك الله يخي الحلقة الماضية تكلمنا على السريع نعم نسبة طيق الوقت عن حكم المعاقين نعم لو نشوف الحين ونرجع راح نتكلم عنه اليوم شوية إفاضة إفاضة عن موضوع المعاقين نعم إذن خلونا نشوف يا جماعة الحكم ونرجع مع الأستاذ فهد مبخوت العجمي ترجمة نانسي قنقر هذا الحكم استاذ فهد مبخوت العجمي ومنك بنعرف التفاصيل طبعا مثل ما اشتسأل عادل شاف مشاهدين هذا حكم مصادر من محكمة التمييد وحكم حديث نعم شخص تفاجأ أنه لما صدر القانون الجديد بألفين وعشرة قبل القانون كان عنده إعاقة متوسطة دائمة نعم لما صدر القانون شابه فيه مميزات لهيئة مشكورة قامت بتخفيض إعاقته درجة إعاقته من متوسطة إلى بسيطة طبعا الغرض هذا كان علشان ما ياخذ المستحقات وهذا بشكل واضح لكل يعني اللي من تسبيل لهيئة العاملة والإعاقة يجب بالأمر هذا وما يخفي علينا والقضايا الكثيرة اللي في المحاكم من نفس هذا الموضوع تفاجأ بهذا الأمر حاول فيهم تظلم ماك شي عندنا نزيل ليش أنا طبت أنا الإعاقة اللي فيني راحت في شيء يسوي لي لجنة لا اضطر أنه يرفع دعوة في محكمة أول درجة فإلا قالوا أنتم ما لكم أي حق أنكم تخفضون إعاقة شخص من درجة إلى درجة أقل منها و لم يحصل تطور أو تحسن في حالته أو شفاء من هذه الإعاقة فبالتالي الأمر اللي قمت فيه هذا غير قانوني فبالتالي محكمة أول درجة حكمت بإعادة تقييم إعاقته إلى الدرجة التي كانت في السابق اللي هي إعاقة بسيطة دائمة مع ما يترتب عليها من أمور خصوصا الأمور المالية اللي فاتت عليها الحين طبعا الهيئة قامت بالطعن فيها في محكمة الاستيناف محكمة الاستيناف عدت هذا الحكم وألغت حكمه أول درجة اضطر بالأخير هذا الشخص للجوء إلى المحكمة العليا في محكمة التمييز اللي فحصت هذا الموضوع وتأكدت أنه لا يوجد تحسن في حالته و أن الهيئة أصلا ما قامت بفحصه و لم تظهر أي تقارير طبية لتحسن حالته فبالتالي لا يحق لها بهذا الأمر أنها تقوم بتخفيض إعاقتها من درجة إلى درجة أقل منها و بالتالي ميزت هذا الحكم و حكمت بإعادته إلى إعاقة متوسطة دائمة مع كافة المستحقات المالية اللي مفروض تحصل عليها نعم هذا حقه نعم أنا كان مفروض أن اليوم لكن لضيق الوقت كان مفروض أعمل أمفوغراف برنامج كامل عن حقوق المعاقين ليوضح بعض الحالات يعني الأمانة كثير تصالات تجي ساد عادل على تلفوني أو على تلفونك حتى على تلفوني البرنامج تسأل عن هذه الحالات و أسئلة قاعد تتكرر نعم بين فترة و أخرى أغلب هذه الأسئلة تتكلم تقول أنا كنت بدرجة شديدة حطوني متوسطة و متوسطة حطوني بسيطة هذا الأمر لا يجوز تظلم ما نفع التظلم على طول ألجأ للمحكمة عشان تنصفك لأن لا يجوز للهيئة العامة ذوي الإعاقة في أنها تخفض إعاقة شخص لم يحصل تحسن في حالته نعم أمر آخر البعض يكون معها الإعاقة يعني من تاريخ قديم من سابق 2010 أو 2011 أو 2012 لكن أمس سجل ما كان يدري أن هناك إعاقة لكن هذه الإعاقة كانت فيه منذ الولادة نعم الهيئة ما تفسر القانون على كيف أن القانون يقول أنه تصرف بعد شهر من فسرات هذه لكن الحقيقة أنها تصرف من بعد ثلاث شهور من تاريخ صدور القانون في الجردة الرسمية اللي هو 5-2010 بالتالي لك لو أنت اليوم تسجل في الإعاقة و إعاقتك هذه منذ الولادة أو سابق على التاريخ اللي أنت تسجل فيه بإمكانك المطالبة من تاريخ 5-2010 لحد اليوم يسري عليك نعم أمر آخر قاعدين يسرون عندنا ناس و في حالات يعني مو موجودة في القانون الإعاقة أو أصلا قانون الإعاقة ما حدد حالات بذاتها نعم لأن هذه الحالة تتبع قانون ذوي الإعاقة يعني نحن نقول الأعوار إعاقة متوسطة اللي مكسوصة إيدة اللي إعاقة ذهنية إعاقة أين كانت سمعية كل شخص له درجة إعاقة أو له تقييمة البعض يقول أنا مو موجودة في الحالة لكن أنا أرى قصور في جسمي أو في شغلة عندي نحن قاعدين نشوف أحكام حاليا مرض السكر درجة الأولى اللي مترتب معه القمح هذا قاعد يأخذ إعاقة الآن الهيئة لا تعطيك أنت لازم تأخذها عن طريق المحكمة الأمر الآخر في أطفال كثير سواء قرائب أو كل العائلة يعني أنت عرف شخص عنده طفل في قصور في قلبه ثق في قلبه في الأحد الزملة توا صدر الحكم في هذا الموضوع كذلك فيك إعاقة معينة بإمكانك اللجوء إلى المحكمة وإحادتك إلى الطب الشرعي لتبيان مدى القصور الموجود في ولائف الجسم وبالتالي تحديد هذه الإعاقة ودرجتها نعم في أمر أخير وأنت دائماً ما أعطينا الضوء الأخضر في أحكامك و ملفاتك أني أشوفها و دائما أشوفك شغال فيها شخص يكون عنده ابنة معاق وهو المكلف وهو اللقاء جالية حصل الطلاق المرأة أو الزوجة تأخذ الحظانة كثير رجوعناك أستاذ عادل يقول نقدر إحنا نأخذ المخصصات مالت المعاقة نحن اللي قاعدين نرعاه أم لا نعم شنو ردك دائماً له إذا هي الحاظنة وهي المكلفة بالرعاية لها الحق لها الحق لكن ما راح تأخذينها دايركت بالضبط لازم دعوة ولاية وتأخذينها حقيتي تجي بصرف هذه المخصصات نعم وبالتالي أنت اللي قاعدين تتحصين على هذه الأموال وتأخذينها أقول كل شكر لك سلم طبعاً ما بخوت العجمي ما قصرت طبعاً إن شاء الله قفت الناس و قفت الجمهور نتمنى أن الإفادة توصل لأن الحدث ما قلنا الكامل للبرنامج هو الوعي القانوني وأنت طبعاً سيد فهد ساهمت مشكوراً في هذا الوعي عبر فقرتك المميزة واللي إن شاء الله لقد صدى لدى أعزائنا الجمهور كل شكر لك ما قصرت مشكور رايتك بيضاً شرفت الحظوري أمامكم مع مشاهدين إن شاء الله يقدمنا الفائدة المرجوة مننا إن شاء الله بإذن الله كل شكر لك سيد فهد مبخوت العجمي ما قصرت بالأمانة إذا المشاهدين اليوم آخر حلقة و عندنا طبعاً عودناكم أن يكون عندنا فقرات متنوعة و الفقراتنا الأساسية في نهاية الحلقة اللي هو تواصلكم على الرقم الموجود تحت على الشاشة واللي هو خمسة ستة خمسة 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 تسعة تسعة وتسعة و الأسئلة أيضاً اللي موجودة عندنا بالكرت و اللي كنتوا دايماً تسئلون فيها طوال أيام الأسبوع اليوم عندنا فقرتين فقرة فنية و فقرة إنسانية الفقرة إنسانية يعني سامحوني بالليل و رح تبتون مأساة معينة نحب إننا نعرضها لكم عل و عسى إننا نحن نساهم كقناة الرأي كبرنامج المستشار إننا نساهم في توصيل الفكرة و نساهم في توصيل النداء من الشخص نفسه إلى ذوي الشان و أيضاً عندنا فقرة فنية مثل ما تعوتوا في كل حلقة بإذن الله و لكن رح نشوف منه اللي رح نبدي فيه الضيف اللي رح يوصل و رح نستدعي و رح نكون معاه في اللقاء و لكن ناخذ بعد ذلك نروح لفاصل و نرجع و نشوف فقرتنا اللي بعد الفاصل خلالALK ناراتوا لكم فقرتنا للنصات اوه ización انطورنا من أجل بعدين إلى برنامجنا وبعد التقديم و قلت لكم أنها تكون اليوم عندنا طبعا آخر حلقة فعندنا فقرتين الفقرة الفنية و الفقرة الإنسانية اليوم رح أسوي فيكم تقلبات شوية في مشاعركم بيكون الحين فقرة رح نستانس فيها رح ناخذ فيها إنسان أكيد تحبونه كلكم مو على بستوى الكويت على مستوى الخليج أيضا وبعدها رح أخليكم بعد ذنكم رح أخلي الدمعة تنزل من عيونكم ولكن لا نسبق الأحداث خلنوا أول شيء بالوناسة وناستنا اليوم بفقرتنا الفنية اللي داخل البرنامج بيكون مع واحد ما طلع أمرا بلقاء حصريا في قناة الراي وحصريا في برنامج المستشار تابونوا تعرفون منه؟ بطلال المزيون شلونك؟ والله بخير الله سلمك يا رسول شخبارك؟ الحمد لله بخير شون أمورك؟ الحمد لله بخير الله سلمك نورتنا بطلال نعم انت حاط العلم مع أننا الحين إحنا بشهر خمسة له عيد وطني ولا أي مناسبة وطنية ليش؟ هالعلم هذا ما أشيله هذا علم ديرتي نعم وأنا كويتي وهذا علم الكويت والله يعز حكومتنا والله يعز الشيوخنا والعلم هذا أنا بوسة نعم ما أشيل علم هذا لما الله يأخذ أمانتي بعد عمر طويل إن شاء الله ني والله بعد عمر طويل يا رب إن شاء الله والنعم فيك الله سلم وهذا ولاء كبير صحيح وعسى الله إن شاء الله الكل يحذو حذوك يا بطلال إن شاء الله بطلال أول شيء أنا الحين نحن نخلي لقائنا قانوني وفرفشة أقول لكم يا أشكر عزال مشاهدي زين فأبو طلال أول شيء شلون فهد لا فهد على راسي شلون زين والدختك أنا هذي بعرف المعلومة وهو والدختك والدختك ولا أنا خال أبو أنت أنا خال أبو خليص إي وهو يقولي خالي أبو يقولي خالي آه خال الأبو ويقولي خالي ممتاز وأنا خال أبو حتى خال فهد أنا خال أهو زين أبو طلال نعم مطلعين عليك إشاعات أقولك عليها الحين يقولون أن فهد يعطيك فلوس علشان تطلع معاه بالسناب لا الفلوس يعني صج فهد يعطينا فلوس ممقصر معي فهد أي شيء أبي مننا لو أقول أبي عيونك يعطيني حتى عيوني ثنتين ميعطيني إياه نعم لأن فهد والدختي نعم يحبني من قلب يعني ما يعطيك علشان تطلع بالسلام لا لا مو علشان عموما لا لا سمعت سمعت أن فهد كريم صح الكلام فهد إيدا مفتوحة حق كل واحد ما شاء الله حق الفغير ممقصر وحين إن شاء الله قبل رمضان حط فلوس عشان يعطي حق العوائل حق الفغار يساعد الناس يساعد الناس نعم بطلال نعم يعني من ضمن الأمور اللي ينتقدونك فيها يقولون نشوف بطلال وإنت عسى الله يطول بعمرك ريال كبير في السنة وفهد وربعة يعني بالعشرينات يعني يقولون وينتقدونك يقول دايماً تمشي معاهم وهذيلي بعمر عيالك وعمر أحفادك شو تقول أنا أقول هذيلي عيالي ربعة فهد كلهم عيالي أنا أقول حق كل الناس اللي أشوفهم عيالي أقول عن البنات بناتي وعن الحريم خواتي وعن الريائي الأخواني وعن الأصغار أحفادي بنتقدك شوية بطلال أنا أمون عليك إن شاء الله وبينا مساعة ماي وحلوم بينا عيش ومنا بطلال في كلمة وما رح أقولها دايماً تقولها يا نقط ما رح أقولها زين ولا بطلال اسمح لي أنت مقام الوالد ما رح تقولها هي نوعاً ما سبة شلون تقولها ما تعتبرها إساءة؟ لا ليش؟ أنا الكلمة هذه طلعت عفوبياً اللي بيني وبيني والدختي فهد كنا قاعدين في الدوانية قاعدين قال لي خالي قلت نعم قال لي أنا بسوي لك السحر قلتها تفضل يا بالمسند طوفه وراء راسي ويا بالغوري بعد أن أقوم تلفت يمين ويصار طالت ماكو حدي يمي قمت شنو هذا يا مزيون أنت المزيون ما أنا المزيون هم الحبي هم شماي الله يخليك أقول لك شي تفضل أحرشك شوي لا تفضل حبيبي وجاني غباشي ما شاء الله طلال أنا أطول أيوة وبوسع الماشي ما شاء الله يا بو طلال الله خليه ما شاء الله بو طلال نعم أنا برنامجي قانوني كاهو برنامجي المستشار وشذي سؤال لازم أقول لك إياه اتفضل هل أنت رفعت على أحد قضية لا والله ولا قضية نعم ليش مع أن أنا أشوف يعني أتابع باليوتيوب وشذي أشوف أن الناس سوري على الكلمة يسي يقول لك يسبون ليش ما ترفع لا أنا ما أرفع قضية أنا زين مع الناس نعم أنا زين مع الناس ناس عبوني اللي هالي يسلمون علي خالي بو طلال شونك الكلمة هذه تسوى الدنيا كلها نعم أنا ما أرفع قضية على أي وحد من زين أحد رفع عليك قضية لا ما أحد رفع علي قضية لأنك مسالم ها بو طلال ايوه مسالم عشان الله مسالم معك كل الناس من الصغير للشبير ما شاء الله عليك نعم من زين بو طلال نعم شفت أو ما شفت أكون معك صريح تدهولوا الناس واندزلي صورة لك بإعلان على الشارع صح انت دشيت الحملة لا والله ما دشيت الحملة ها علش السالفة أنا لا دشيت الحملة ولا وقت ويا شخص اللي أسوي عقده ويا وناس وايد تصور فيني تليفون وناس في الشارع قالوا لي بعد قالوا لي بطلال حنا شفنا صورتك في الأعلان نعم بس حقيقة الأمر ما كو شي ما كو شي ولا أنت مشارك لا لا والله أنا مو مشارك في هذا الشيء هذا ولا لك أي شي ولا لأي شي نعم عشان الناس بس يوضح لها هذا الأمر أنه بطلال مو مشارك في أي حملة وأنه هو متفاجئ أنه صورته موجودة صح بطلال نعم وصل لي خبر أنك أنت ما تحب السفرات ليش أنا ما أحب السفرات عشان الناس ضايقوني نعم إيه مثلا إذا رأيت مثلا أي مجمع الناس اللي يصورون معي يضايقوني شوية نعم أنا عندي شوية طقات قلبي سريعة شوية نعم والضايق يعني في الشيء هذا نعم الناس اللي يصورون معي أو مثلا بعض الناس خالي شونك خالي وين سيارتك إيه شنو سالفت وين سيارتك إيه أنا بعرف شنو سالفت وين سيارتك أنا ويا فهد كنا قاعدني بسيارة قال لي خالي قلت نعم قال أنا بسوي لك مقلب قلت لها زين وحنا ماشينا على خط السريع بنروح شالات الخيران قال لي خال خالي يرحم مالك انزل هنا بس شغلة شوية وصك الباب وسيارة شغالة بسيارتي بعد طيق سيارتي السلف ومشي عني أنا ركب تاكسي ولحقتها يوم لحقتها ووقفت السيارة قلت لها بط الباب يوم بط الباب طلعت العقاة شانا ليش طيخ شانا أقول لها وين سيارتي شانا هاي سيارتك هات كلمة هات اللي يعني اللي الناس تداولتها بعد ذلك اللي الناس تقول لها وين سيارتك وين سيارتك هاي سيارتك الزين والله يحليلك أبو طلال الله أخير عليك أبو طلال نعم أنا بساعة قلت كلام عن السفرات سمعت ويا لي خبر إنك سافرت برا إلى ديرة معينة صحيح وهناك رحت بتركب أسنان صحيح زين لكن عطوك أسنان أو ركبولك أسنان متحركة شي السالفة هذا يعني أنا المكان اللي رأت له اللي سووا لي أسنان هوليوود مانشون متركب شي اي 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 أنا قلت نمكن الأسنان هذا عن النوع ثابت نعم هي قالت يعني للحرمة اللي حطت لي أسنان أوكي الأسنان بس اللي شفت يوم شفتها ولا بلاستيك بلاستيك طلعت الأسنان بلاستيك متحركة متحركة وبعدين شويت لا ما ضبط معي فوق علشان حط فوق وحط تحت ما ضبط معك لا ما ضبط معك فهالديت هالديت نعم بو طلال نعم طبعا في واحد أنا توقعت أنه يي وماية اي فردوس وينه ماذا تقول لي اسم فردوس ليه والله يام تقولي عن الفردوس شنة ستشنة بقلبي ليه يسمل على قلبك أنا فردوس أحبه والله نعم ولد طيب ولد محترم ولد خدوم نعم بس هذا المقلب اللي سوينا بيني وبين خالق فهد نعم ولد اغتي وفردوس بسيارة احنا قاعدين فهد قال خالق قلت لها قال احنا بسوي منافسة بينك وبين فردوس انا اقول فردوس احسن منك مهم وانت تقول لا انا احسن من فردوس مهم لا فردوس ما يقايش عندي كلش والله ولا يقايش معطي عشرة صفر سابع مستحلات فردوس ما يوصل يمي اتغار منه لا والله غيره ما غار منه احبه انه ولدي احبه انه ريال طيب محترم اي اي غيره لا ولا ما غار منه الحمد لله ما غار منه اي واحد والله في الدنيا ان زين صلا اه بطلال نعم بقول لك شي واستحملني زين صلا انت قاعد تسوي مقاطع معينة اه وراح تظل موجودة بعد سنة وسنتين وعشر سنوات ان شاء الله ما خفت ان عيالك لهم نظرة من هالمقاطع بعدين لا والله عيالي مستانسين مستانسين حتى احفادي مستانسين ما شاء الله عسى الله يطول بأمرك على طارق عيالك و احفادك ام طلال وين هي الله ارحمها توفت متوفي ام طلال ايه متوفي من زمان الله يرحمها يا را ان زين ابي ااخذها الحين حصري ومنك يا ابو طلال انت صاح بالموضوع اتفضل انت راضي بالمقالب اللي سويها لك فهد اي راضي 400% 400% ايوه ما شاء الله ان زين اه بقولك على مواقف معينة ابو طلال اشا الله و ابي رأيك بالموضوع هذي اشا الله بالموضوع هذة شنو سالفت فيلم الرعب اللي انت وانت طالع التلفزيون ايوه كان يمك فهد وشفت فيلم رعب ايوه فهد قال لي خالي قلت لها قال خالي باوديك مكان بقعدك زين البيت عرض لي هالفلم هذة الحرمة اللي طلعت ويا شعره طويل ايوه ان زين في اتهام وانت طبعا تقول اي ولا لا يا ابو طلال اتفضل اه يقولون ان اللي قاعد تسوونه انت وفهد اه مشاهد تمثيلية ولا حقيقية لا حقيقية بس فكاهية حقيقية فكاهية انت عشان تزرعون بسمة ايوه عشان الناس تضحك ايه عشان الناس تستانس ايه والشيء هذي كله يعني المقالب اللي انا سويا فهد كله صج نعم ايه كله صج بو طلال نعم نبي ناخذ الحين هذي كاميرتك نبي الحركات اللي تحبها الناس اللي دايما تسويها ان شاء الله نبي ناخذ الشيقلة شذيع عشان الناس يعني مثل ما قلت اليوم حلقتنا بعد فقرتك في مأسات ان شاء الله فنقبل الله نشوف هالمأسات نبي انفرح الناس ونسعدهم ان شاء الله ان شاء الله شنو الحركات اللي تسويها دايما والمشهور فيها ابو طلال ايه ايه انا فهد بعض مرات اذا قال لي مثل سوى معاي مقلب وهذا ايه اقول له شنو هذا ليش سوي لي الشي هذا ايه انا ياهل عندك ريال كبير انا خالق احترم نفسك عدو ولا اعصب اطلع اقوم اطلع لها العقال ايه والشطي اطق من قلب اموية ربعة ايه 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 اطق فهد اطق ابو فوزي اطق علاء اطق فردوس كل اللي قاعدين اطق بالعقال عشان اريح قلبي شوية ايه يعني كفتران الله يسلم انزين بطلال انا دايما نشوفك بحركة معينة ايه ودي و اقول دايما يعني يا رب انه ودي اشوف بطلال عشان ساولي اياها بطلال لما اتعصب و بالكاميرا عليه ايه لما تعصب ويهك ايه شنون تعصب فيك عصب من قلب ايه ابي الاكثر ايه والله عصب من قلب ايه اللي يطلع عيوني ثنتين من بره ايه 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 اقول يحترم نفسك هذا اذا طقيتها بالعقال والله اشتل العقال هذا هذا في سيم ايه 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 مو بس فهد اي واحد تحرش فيني ايه حط ايدي على رأسي طلع عقاله ولا اشتر تحرشوا فيك لما تروح انت مجمعات ولا كذا لا والله ما حتحرشوا محترمين معك الناس كل ما محترمين ويحبونك والله يحبوني من قلب ايه زين الكل يسلم عليه خالي شوانك او يقوله خالي وين سيارتك والثاني اسمه خالي بطلال مزيون والثارث العصير اسمه وين سيارتك اللي على المقلب هذا ايه واللي يقول ابي رح يشرب عصير بس يشرب العصير هذا بس انه يذكرني يقول اشكرك يا خالي بطلال انزين شنو مكونات عصيرك بطلال برد ايه وكاكاو ايه ايه وحليب ايه ايه والثلج هاللي فوق انزين بطلال نعم بسئلك عن ربعك شوية او اللي متفاعلين بالاسناب وشذي اصلا دكتورة خلود اه مرة يعني شنو علاقتك معاها ومع زوجها وكذا لا هالي بنتي بنتك والله هالي بنتي ايه خلود بنتي ايه وامين وولدي دكتورة خلود تعطيك فلوس لا ما تعطيك فلوس لا هالي بنتي بنتك ايه ايه علاقتكم قبوية وكذا اي اي انا بنتي يعني انزين ابو طلال نعم احنا ارجو اقول بما ان احنا برنامج قانوني دخلت مخفر مرة حادث سيارة محكمة شي لا مرة باقى تلفوني اي اي والله شنو هالقصة التلفون انا قاعد مكان عند الربع وهذا ماضي بعد الصف الله انا ما اقول ان فلانو علان لا والله لا حشا كان تلفوني وابعد كنت قاعدة على الغنبة يوم قنت اعطيت ايدي مخباتي طالت ولا تلفون ماكو اي ردت على بعد نص ساعة دورت على سألت الناس قلت ايب تلفون قال والله ما ندع عن التلفون رحت المخفر لان التلفون يديد اي ويا كرتونة اي رحت قدمت شكوة اي المخفر اي خدوا الرقم هذا قال ان شاء الله اذا لقينا راح نيبه لك ولقوه لاح ما لقوه هالكلام متى هذا قبل ستة شرشي ان شاء الله هالسنة يلقونا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تلفون توني ما اخذ ايدي يا اللي بايق تلفون بطلالت راح نجري برمضان اي والله يا التعذ ورد الى ربك ورجع تلفون بطلال ومن الحين بطلال مسامحك اي والله مسامح اي والله مسامح اي بطلال نعم انت ليس دايما نطق فردوس تب صراحة و الله ما داني ولا داني ولا لا ليش ما تفعل لك يا اخي طي انت تقيلي عليه اه ما تحب والله ما حب من الله شذي اي والله احبهم كلهم اقول كلهم عيالي وما قصر معاي ما يقصر معاي إذا رح تشاله بحديق حداق أقعد عليال فأغريب لي ليم يبلي الكرسي يبلي أكل يبلي ماء كل جاي يبلي بس ما داني نزين سمعنا إشاعة أنك أنت ما تداني علشان أهو يستقل فهد صج هالكلام لا 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 ما يستقل لا والله لا نزين نبي شي حصري احنا سمعنا أن فردوس مسافر ايه بيرجع بيرجع أنا والله اللي سمعت قاله فردوس بيروح يومين بيقعد ايه وبيرد ايه بس ليش بيشو عليه مات اه بس بيرجع إن شاء الله ايه بيرجع إن شاء الله بيرجع بيرجع الحمد لله ما قالك من الناس اللي يقولون أن لا فردوس راح ما راح يرجع ايه؟ ما فردوس بيرجع انزين أن أقولك شي سواء الله اليوم الثلاثة ايه وترى فردوس رجع شاء الله الحين تطلع للستيديو وتتصل و رح تشوفه راجع هذا احناقalım kicksلكشوف شلون ايش تخبير احنا عندنا السحر analysts أنت أنت الحين رفيجيك وايحنا نحنا اللي ندري رح رح تشوف تتصل فىه رح تشوف الرعاق إن شاء الله إن شاء الله بطلال انت أنسنا الله inan kaosعت الله خلاهك ونسأل عالم هذا دائما إن شاء الله عليك إن شاء الله على طول هالعم عليك ونبقى بالأمانة إن شاء الله إن نربع عيالنا على التربية forme نعطيهم مثل الكلمة هذي يمكن الناس تقول بعض الناس لها ما أخذ نعلمهم الكلام زي إن شاء الله لأنه انت الناس يحبونك فالي يحبونها لازم يكون قدوة فإحنا نبيك أنت تكون قدوة لهم إن شاء الله والله أنا أقول لناس هناك بعض الناس يصوروني بتليفون يعني مثلا الكاميرا هالي أنا أقول لحق ناس الإهال حطوا بالكم على دراستكم حطوا بالكم على صلاتكم حطوا بالكم على صيامكم إنحراف ما نبي نبي تطلعوني الشهادة حق الاسبيان وحق البنات وارفعوا رأس أمكم وابوكم فوق عشان مثل ماشي يصبح الضابط يصبح مهندس يصبح محامي على الشهادة وهلا بالصلاة هلا بالصيام نعم الشهاد رمضان ما بقى شي من له القرآن أهم شيء في الدنيا الصلاة أهم شيء في الدنيا الصيام أهم شيء في الدنيا ودراستكم أهم شيء في الدنيا بالضبط أبو طلال نعم في النهاية تفضل سمعنا أنك بتصير نجم نبي معلومة منك والله إن شاء الله أول الله إن شاء الله ورر رمضان أنا بسو مفاجئة حق فانزاتي حق اللي يحبوني ما شاء الله إيه والله عندي فيلم سينمائي ما شاء الله إيه فيلم سينمائي صور عيني بالكويت يلا فيلم سينمائي خليجي وكويتي بعد ما شاء الله وفقاهي بعد صدق أنا تعلمت منك شغلة أبو طلال بتفضل أول مرة أعرف شنو يعني فانزاتي فانزاتي اللي يحبوني أنا أهاء أنا أقول أول مرة أتكلم معاك أول مرة تقول كلمة إنجليزية هالكلمة أه إنجليزية فانزاتي يلا بطلال نتعلم ما شاء الله عليك إن شاء الله إن شاء الله أشكر قناة الراي نعم نتشرف نتشرف يا بوطلال نشكور وما قصرت أعزائي المشاهدين شفنا بوطلال المزيون لقبي أنا أنا يسموني بوطلال المزيون غير بوطلال المزيون عادل يحيى بعد المزيون نحن كلنا مزايين خليك دائم المزيون يا بوطلال أعزائي المشاهدين هذا أخر حلقة وبالتالي هذا لقائنا مع بوطلال المزيون ما شاء الله عليه وإن شاء الله نكون يعني بوطلال عرفنا أول لقاء ما كان لقاء سابق عرفنا بوطلال وعرفنا طيبة قلبه ووطنيته الحمد لله وأسأل الله إن شاء الله يحفظك يا بوطلال عز حكومتنا والله عز العلم هذي اللي حطه برقبتي يا رب إن شاء الله دوم مرفض هل علم إن شاء الله زي المشاهدين نروح إلى فقرة أخرى وسامحوني على اللي تشوفونه بالفقرة الأخرى حالة إنسانية أعتقد رح تتأثرون فيها ولكن لا بد نحن في برنامج المستشار نبين كل شيء ولكن نروح لفاصل ونشوف مع بعض ونستقبل أم دعي اللي هي صاحبة الحالة الإنسانية ولكن نروح أول شيء إلى الفاصل الشركة الحالة في درجة حالة إ Cash ونفسك في غير فقر حالة إخبار أجراء chang ونعم أنا أوب cinnamon لأني عاية ها يمشال ما دخليني أصورك شوفش حلاتك بقى أضحك نزال مشاهدين شفنا التقرير واعتقد من خلال التقرير عرفته شو الموضوع شاب في عمر الزهور عمره 17 سنة اسمه دعي متربي الحمد لله أحسن تربية هذا دعي عايش بين أسره أبو وأم وأخوات ثنتين وأخوه شاءت لقدار في يوم الأيام إنه يركب بانشي في طريج خيران وصار له حادث هالكلام متى في تسعة أثنين ألفين وسبعة عشر يعني عشرة عشرة أثنين عفوا ضيفتي قاعد تصلح لي عشرة أثنين ألفين وسبعة عشر يعني حوالي صل لنا سنة وثلاثة شهر هذا الحادث طبعا ادعمته سيارة وهو بالبانشي وما كان معه صديق له إلى الآن ماكو أي يعني معلومات إنه من قام بهذا الحادث وش اللي صار طبعا بناء الله الحادث توفى الله يرحمه ادعيج إلى رحمة الله تعالى وصارت أمور بعدها ورح نعرفها من خلال لقاءنا معه الله يحفظها والدته ومدعي مدعية راح بفيك حالا والله صد عادر طيب إن شاء الله بخير يسلمك عظم الله أجرك أجرنا وأجرك ومشاء الله يعني ما تعودها لحزان مرة ثانية آمين يا رب وبدنا نعرف أستاذ المشاهدين شنو الموضوع بالضبط الموضوع كان ويكند ودعي بالشالة مع ربعة طلع بالبانشي هو مع صاحبة وكانت الساعة تقريبا ست ست وشي وهم بالبانشي تعرضت لهم سيارة بعدين قائد السيارة فتح الشباك ما فتحها كامل لأنها كانت مغيمة وعمل لهم حركة غير أخلاقية فطلع وراء دعي بيشوف شنو الموضوع ودعي وراء لما شاف دعي يقرب طق بريك دعي يحاول اتفادة لما يدعي يتفادة قاموا مال بالسيارة الميلان كان جدا قوي لدرجة أن صاحب دعي يقول ما كان في فاصل بين ريلي وبين السيارة دعي حب اتفادة لف السكان شاف الحاجز جدا ما صاحب دعي انحذف من البانشي دعي على البانشي حاول يسيطر للاسف ما قدر تقلب بالبانشي وكان القلبة مالتة كلها كانت على القار صاحب دعي كان تقريبا واعي يقول رفعت راسي شفتهم انه هما كانوا واكفين شافوا الموقف حركوا وراحوا طبعا بسرعة هما كانوا اثنين بالسيارة وهو محتمل انه هما اثنين لانه اللي عمل الحركة الغير اخلاقية كان يم السايق يم السايق نعم ايوة بس محتمل اثنين اكثر من اثنين السيارة كانت مغيمة السيارة ما كانت تحمل لوحات بعدها كان في شباب مارين شافوا البانشي يولقوا صاحب دعي صاحب دعي حاول انه كان ينادي دعي دعي ما كان الله يرحمه يرد عليه فحاول انه يوصل وصل عند البانشي قط نفسه على البانشي لانه كانت القدم عنده جدا متعورة ردوا السيارة فكان يقول لهم صاحبي صاحبي فيقولوا الى وين صاحبك نتصل عليه قال لا صاحبي معي انادي ما اسمعه راحوا وحاولوا يدورون المكان كان ظلم لقوا ودعي الله يرحمه كما تحت الحاجز كان ينزف من اذونة ومن خشمة ومن حلجة تصلوا على صاحبهم مسعف فوصفوا للحالة فلما وصفوا للحالة الظاهر قال لهم شنو حالة تدعي أو شنو فيه حاول الولد انه اهو كان يقول له تشهد تشهد فيقول لي الولد كان ادعي يحاول انه اهو يتكلم بس كثر الدم اللي كان يطلع كان مانعه بعدها راحوا يشوفون مشعل واتصلوا انه على اساس ايون انقاذ وكذا لما ردوا ما لقوا نبض حق دعي للأسف بهالموقف انه المفروض انه كان في اسعاف جوي تأخر اضطروا انهما يبعثون الاسعاف نفس الشيء الاسعاف جدا تأخر عليهم توفى دعي بموقع الحادث وصاحب دعي الحمد لله انهما شالو والحمد لله انه هو موجود وعايش وهو اللي روا لنا التفاصيل هذه بالضبط اللي صارت طيب مدعي طبعا اللي احنا نعرفه مدعي انه ولدك ما شالله اخلاقه اللي سمعنا عنه واموره يعني طيبة هل هو يعني قلته انت قاعد تقولين انه في السيارة اهي اللي حاول اهي اللي عملت الحادث هل ادعي لا عداوات ادعي ما لا عداوات ادعي بشهادة الجميع ما لا عداوات ادعي جدا مسالم جدا طيب ادعي حتى اصدقاء يسول فولي يقولون خالتي اذا احنا احنا اللي غلطانين اهو يدق ياخذ بخاطرنا بشهادة الجميع حتى التغريدات مالتا عنده واحدة من تغريداته كان يقول انك سامح انه في النهاية اللي باقي سمعتك ادعي مو بكلامي انا كام لا ادعي شهادة الجميع انه هو هادي مدرسته اللي درس فيها اصدقاء ربعه بشهادتهم كلهم ادعي هادي ادعي اللي صار ما كان عداوة ادعي اللي صار استحتار استحتار من شباب استحتروا وتسببوا وبموت ادعيه طيب احنا وصلنا الى المرحلة ان الله يرحمه ادعيج مات الله يرحمه طيب شو الاحداث اللي صارت بعدين انتي شنو حالتك لما شفت ادعيج بهالحالة هذه يعني ولدك جدامك ميت الله يرحمه شوف استاذ عادل انا اول ما بلغوني ركبت السيارة كنت مع بنات خالتي وكنا متوجهين حق المستشفى والله استاذ عادل كان عندي احساس احساس الام يعني ان ادعي خلاص فلما اتصلوا قالوا لهم ردوها البيت على طول انا عرفت ان ادعي توفى فقلت اللهم ااجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها دشيت المستشفى كنت اطلب منهم اني اشوفها فكانوا يحاولوني يقولوني لا هو موجود لا كان عندي يقين فلما دشيت خذوني للغرفة اللي هما العلاقات العامة مستشفى العدان مع الله يرحمه والده فكانوا يحاولوني يعطوني ماي قلت لهم وادوني حق ادعي نعم رحت استاذ عادل لقيته كان ولاف فينا كان مكتوب عليه مجهول الهوية رغم اني كنت واضغة ان ادعي بس كنت اجذب نفسي انه مجهول الهوية نعم ففتحوا لي انا وابوه فتحنا الهوية كان ولاف فينا فشفت سبحان ربي من يوم من وقتها نزل علي شي ما قدري شنو اسميه مسحت عليه بس استاذ عادل ركبت السيارة خذيت قرار ان انا لازم اكون قوية لان في ثلاثة بالبيت ينطروني حتى لما ابتشي انا ما ابتشي اعتراض هذه امانة عطاني اياها ربي وخذاها ما قدر اعترض امانته ياخذها لكن انا ابتشي الطريقة ابتشي وله ابتشي شوق ولد كان بار بار فيني بار بامي الله يرحمها بار فبو حنون على خواته محترم بشهادة الجميع مع ربعة بس ما راح اقول ليش لا ليش راح تفتح لي امور ثانية بس ايه الوله الشوق نعم شي مو طبيعي لكن اعتراض الحمدلله لا ما في اعتراض عندي ام دعي انا قاعد اشوف يعني بناتش الله يحفظهم موجودين معنا بالستيديو وين بدعي اه بدعي اه بعد دعي ثالث يوم عزا اه اه هل كان عند احساس قال حق بنتي بابا ديروا بالكم على بعض ديروا بالكم على امتش انا حس اني بعد دعي راح يصير شي سبحان الله شهر خمسة بدعي ما في شي يمكلمنا وطالع من البيت ومسولف ويانا كان مع ربعة قاعد بالعشة اه سبحان الله كان مزرعة مع ربعة اه تعشة قال لهم بريح عاس اني تعبان اه تباطه ما قام توفى توفى التقرير الطبيب انه هبوط بالقلب سكتة قلبية فجأة فجأة ش تفسرين هذا الوفاة يعني اه هو بدعي وايد كان حزين على دعي اه طريقة اه ما تخيلها استاذ عادل كان ما يقدر يقعد بالبيت اه ما يقدر يمارس حياته الطبيعية يقول لما كنت كلمة يقول لي ما شفت اللي انا شفتها يقول كنت قسلة ادعي طبعا تغسل بالبيت عندنا وطلع من بيته من قسلة من قسلة ابوه الله يرحمه ابو الله يرحمه اهو قسلة نعم فيقول لي كنت شير ريلا شيء لانه كان عظم الساق الساقين متفتت متكسر نعم فهذا شيء وايد اثر على بدعي وهذا يعني من حزن حزن بدعي كان حزين جدا على دعي كم عمر الله يرحمه ام توفى بدعي اه بدعي كان عمره اثنين وخمسين سنة اثنين وخمسين سنة اي نعم الله يرحمه ورحمه الله يرحمه طيب ام دعي اه يعني انا زرتكم البيت وشفت طبعا الوضعية اللي بالبيت علشان انقل الصورة عدل اللي شفتها انا بس استأذنك اشوف التقرير عن اللي شفناه اه وارجع لك مرة ثانية اعزائي المشاهدين خلونا نشوف التقرير هذا مع بعض وينف اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة هذه أغراضة الله يرحمه أنا ما زلت محتفظة فيها هذا البخاخ لأنه كان يدعي مريض ربو فكان على طول معاه يا أبو لي يا ربعة من الحادث طبعا المغضى موجودة موبايلة الله يرحمه بوكا هذه الشغلات أنا محتفظة فيها لأنها كانت على طول معاه هذه نظارته كان يستخدمها لما كان يلعب كرة غدم عشان النظارة وكان وايد يحب كرة الغدم وايد هذه كانت عليه كان لابسها وقت الحادث هذا الجاكيت لو تشوفه هنا في أثر الدم طبعا قسلتها طبعا ملابسة أنا تبرعت فيها لكن في شغلات وهو كان وايد يحبها وايد يحبها الله يرحمه ما قدرت أنه أنا هذا البست كان على طول يلبسه هذا كان وايد يحبه وايد كان على طول هذه كان يلبسها لما ينام حبيبي وما قدرت هذه الشغلات ما أقدر أتخلى عنها هذه قبعة التخرج هذه صورتها مع أصدقاءه بالتخرج مع صفة أدعي كان يدرسوا بروضة صالحين بعدين راح مدرسة كي آي إي أس وتخرج منها تخرج منها بـ 11 بروضة صالحين كان يلعب كرة غدم هذه الميداليات اللي خذاها هذا الكاس هذه صورة لما كانوا بروضة صالحين الكرت هذا هذا لربع أدعي الصحبة الصالحة اللي أنا أحبها الحين هم أخوان حق عبدالعزيز أخوه أنا كنت أدعي له دايم بالصحبة الصالحة وربي أعطاه صحبة صالحة فعلا ما خلوني الله يحفظهم يا ربي إن شاء الله ما قدر هذه الأشياء أتخلى عنها هذه اللي بقالي من أدعي الله يرحمه ويرحمنا برحمته يا رب دعي إن شاء الله يعني إخوانا وخواتا إن شاء الله بإذن الله يعني أنا شفتهم يوم كنا بالبيت ما شاء الله يعني والله ذاك خلقنا معلش الله يرحمه ويرحمنا برحمته يا رب مدعي يعني أنا ييت بيتكم وشفت الحالة شنو حالة العيال بالأمانة استاذ عادل تخيل بنتي الكبيرة متخرجة 96 ألمي تخيل استاذ عادل هي هندسة كانت ما قدرت بعد دعي أبوها ما قدرت تكمل صار لها مرة حادث وقفت بالشارع تبتشي تقول مسكت التليفون أتصل على منو أبوي وأخوي مو موجودين عبد العزيز صغير ليلحين 11 سنة محتاجة بها الموقف أبو أخو بنتي الثانية كانت تمارس حياتها طبيعية فكانوا يسألوني المدرسات أخوها متوفي لماذا هي كذي تخيل كانت ترد تقول لهم أهو ليلحين بالشالية نعم ليلحين بالشالية وراح يرجع أقوب فترة خلاص قالت أهو ما راح يرجع كنا لها ماما لأ خلاص عبد العزيز تخيل كان يلبس ملابس إدعي عبد العزيز ملا عليه متروس إدعي وائد ضعيف كان يلبس ملابس أخوه كان يبتشي يقول ماما ليلحين ما استانست معاه ما شبعت منه هذه الحالة وهذا الوضع فتخيل إنسان تصبر نفسها أو تصبر عندها ثلاثة بالبيت وعقوب موتة الأب وزادت الشغلة أنا بس أقول شغلة قولي قولي يخدي راح تتشمدعي اللي سبب بحادث موت دعي استحالة أم وأبو ما يدرون أسألهم سؤال حطوا نفسكم بموقفي حطوا نفسكم بموقفي أنا أنا كبيرة حطوا نفسكم بموقف عيالي يعني أنتوا هدمتوا أسره أبو توفى من حرته ولد شاب بدون ذنب الله يرحمه بناتي والدي الحمد لله نحن عايشين لكن ما تدرون شنو داخلنا الناس تشوفنا نضحك نسولف أنا واحدة سألتني سؤال أستاذ عادل قالت لي شنو شعورتش ولدك ميت أنا أقول لها الحين شعوري أنت ما تملكينه ولا راح تحسينه قوة الإيمان اللي عندي ما عندك إياها والشعور اللي فيني رب إن شاء الله ما يحس فيه أي أحد لأن الحرق اللي داخلنا ما حد راح يحس فيها ولا راح يفهمها قولي إخلي راح تج أنا بشكر عيالي أبشكر بناتي أبشكر ولدي لأن القوة اللي أنا فيها والراحة اللي أنا فيها من بعد الله من هم وهم القوة اللي عندهم قوة إرادتهم هذي هي ما عطيتني القوة كل ما أشوفهم هم بحال أحسن أنا قاعد كون عندي القوة كل ما أشوفهم هم مرتاحين أنا عندي القوة وأنا واثقة إن أهم إن شاء الله مثل ما قلت هم جدامجكها واجهي لهم الكلام هذي اللي جدامج عيالك قولي لهم راح يقدرون عندهم قوة أنا واثقة إن أهم راح يقدرون يكملون راح يحققون اللي دائم ما قدر يحققه وراح إن شاء الله تكون حياتنا أفضل الياي أفضل ماما إن شاء الله والله أنا حاسدك وحاسد عيالك على الصبر وعلى القوة اللي عندكم عسر الله يحفظهم إن شاء الله ونتمنى يعني لهم الصحة والعافية والله يرحم إدعي والله يرحم أبو إدعي ويسكن إن شاء الله فسيح جناتها أمين شكرا ويعطيك العافية شكرا لك والقناة الراي على هالاستضافة هذه الله كريم الله كريم يا رب أعزاء المشاهدين نحن بروح لفاصل فاصل يمكن نطول شوي لأننا نحن جدا حزنانين هنا بالستيديو نحن قادرين نكمل نروح لفاصل ونرجع لكم مرة ثانية وصلنا إلى نهاية الحلقة ونعاسف على الفقرة الأخيرة لكن هذا واقع لازم نقوله ولازم نعيشه ولازم نحسه الحياة ممكن لها ضحك الحياة فيها ضحك وفيها بتي والحياة تستمر والله يرحمك يا إدعي والله يصبر قلبكم يا أهل إدعي ومدعي وعيالك الكرام للتواصل معي عز المشاهد اليوم آخر حلقة هذا الرقم موجود تحت اللي هو خمسة ستة خمسة 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 تسعة 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 ومكتبي في منطقة الشعب البحري شارع الخليجي العربي بناية الدان بلازة الدور الثالث مكتب ثلاثمائة واحد وناخذ أول اتصال هاتفي من معي ومعبد العزيز حياة الله نعم السلام عليكم عليكم السلام حياة الله يا عافية من أخي الفاضل سلمت من أخي الفاضل بغيث هذا الدنيا الدنيا ماشية وهذا الأمانة بعد والله الحمد وأنا فقدت الحفيدي ففي شهر السبع والله كان عمره 18 سنة الحادث والله يعني قضاء وقدر وهذا الأمانة الحمد لله رب العالمين الله يرحمه الله يرحمه أطاهم الجنة البارد يا رب العالمين الله يخليك ومعبد العزيز مشكور على تصالتك الله يسممك الله سلمتي خليك يا رب تحت الأمر إن شاء الله يا رب آخر لحزان يا رب إن شاء الله يا معبد العزيز زي المشاهدين يوسفني أن يكون هذا آخر حلقة طبعا أنا معاكم اليوم آخر حلقة وأعرض هالشي الحزين ولكن أنا كنت أتردد أحطه أو لم أحطه هالشي لكن توكلت على الله وحطينا أول شيء لقائنا مع أبو طلال المزيون وبعدين أم مدعي وإن شاء الله متواصل معاكم نأخذت صلاحات فيه فهد حياك الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله سلمك يخليك أستاذ عادل أستاذ عادل أنا بالنسبة لزراعة الشعر سوية زراعة شعر نعم وللأسف تضررت منها نعم فأبي عارف الآن شنو حقي تحت الأمر يا أخويا أخونا العزيز اسمع مني إذا كان هناك خطأ وأدى هذا الخطأ إلى ضرر فبالتالي يعني إذا كان هذا الخطأ أدى إلى ضرر فبالتالي يكون هناك خطأ من جانب الشخص أنت إذا هناك خطأ وخطأ ملموس وخطأ جدي وهذا الخطأ أدى إلى ضرر فبالتالي من حقك عمل دعوة ندب خبير وندب خبير اللي هو القاضي فيه يستعين بأحد بالإدارة العامة الأدلة الجنائية ويشوفون الوضعية هل هي صحيحة أو لمصحيحة هل هناك خطأ بالتالي يقولنا خطأ والضرر ومقدار الضرر بالإضافة إلى الأضرار النفسية والأدبية اللي أصابتك من هذا الأمر أنا أكتفي بالأسئلة وسمحوا لي هالأسئلة بعد أحطة ما قدر أقولها أتواصل معاكم بالتليفون التليفون هذا مفتوح عزال المشاهدين هذا التليفون حفظوه باسم عادل يحيى أو برنامج المستشار اللي هو خمسة ستة خمسة 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 تسعة 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 حطوا عدل وحفظوا عدل وهذا السناب شات أيضا آدل اليحيى آدل آ يحيى A-D-A-L-A-Y-H-Y-A وأيضا السناب شات طبعا والإنستجرام آدل اليحيى هذه آخر حلقة أنا أشكر الجميع وعلى راسي كل اللي وراء الكاميرا اللي موجودين ناس يشتقلون بضمير وبحب أشكر اللي بالكنترول وعلى راسهم طبعا المخرج وصديق البرنامج أخوي بالبرنامج حمد اللي برجسور هو المنتج ما البرنامج اللي يعني لقيت منه كل حب وكل إخلاص بالعمل بالأمانة أشكر أخوي فهد العجمي أخوي بالمكتب أخوي بالبرنامج أخوي في كل مكان أشكر الكل أشكر المنظومة الإعلامية الكبيرة سيد مرزوق جاسم بديب ومرزوق اللي هو رئيس مجلس إدارة وأعضاء مجلس إدارة أشكر الداعم لي اللي ما قصر بو خالد سيد وريد الجاسم مدير العام أشكر الأستاذة أمل معلوف اللي ما قصرت بالأمانة مديرة الإعداد اللي كانت خطوة بخطوة معي مديرة البرامج هي اللي ما قصرت بي كل الأمور بالأمانة والاستحملتني أنا ترى شوية شقي لكن كلهم استحملوني كل الشكر لكم كل الشكر بالكنترول طبعا الحلقة اللي فاتت أنا وجهت يعني كلام إلى معالي وزير الإعلام وقلت له هو مريض والحمد لله هو تشاف أقول له يا معالي وزير الإعلام ننظر إلى الوزارة شوية الرجاء النظر إلى الوزارة هناك أمور أرجو أن لا تغيب هناك فيه شغلات معينة أرجو أن يكون هناك سواسية بكل شيء أنا كلمك الحين كشخص يعني ولي تعاملات إنتاجية أيضا أرجو أن يكون هناك سواسية الدستور يعني نادى على السواسية والدستور يعني قال على السواسية أقول لكم شيء من أمور كثيرة أرجو النظر إلى اللجان الموجودة أرجو أن كل واحد يأخذ حقه أرجو أن كل واحد يأخذ حقه بوقته وفعلا يعني فيه أمور كثيرة أرجو أن لا تقيب على معالي الوزير النشيط معالي الوزير اللي قاعد يقولون عنه فعلا حقاني وأمور كثيرة قاعد تصير أتمنى أنه يعني يوع لها بإذن الله و يتخذ فيها القرار أقول لكم في النهاية آسف أني ضايتكم شكر لكل ضيوفي اللي كانوا معاي في الحلقات اللي فاتت أشكرهم أن تعنوا لي وآسف إذا قلت على أحد الحمد لله ما كان قصدي أني أغلط أنا قصدي بإذن الله أني أوضح أمور أمور قانونية أمور فعلية أمور حياتية أحاول كفرد كويتي كمواطن كويتي أني أرشد أني أساهم في إرشاد الناس إلى الطريق الصحيح هذا اللي طبعا حاولت فيه و إن شاء الله أني قدرت أقول لكم في النهاية هذا الرقم موجود اللي هو خمسة ستة خمسة 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 تسعة 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 حفظوا هذا الرقم موجود على مدار اليوم والسنة هذه والسنة الياية و إن كنا معاكم من الأحياء أعزائي المشاهدين هذه ديرتنا الكويت حبوا الديرة ترى ديرتنا وايد حلوة و ديرتنا تستاهل و ديرتنا ترى تستاهل اللي يحبها نحمد الله نحمد الله إن عندنا وطن نحبه هذا نهاية كلامي أشوفكم على خير مع السلامة نحمد الله نحمد الله عندنا وطن يحبه يجري بالدموم لنا بالمحافة يعجبون يعجبون بيت بيت وطني اسم الكويت الله يحمد الوطن عن سجعة وطني سلمت للمجد نشيد من هنا أنت هنا وطني يعلمني ونائل كل قاداتي عليها أرض الكويت خطوت لخطواتي هنا